عندها بعث نوح عليه السلام رسول جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون القرن مات سنة فألف سنة بعد آدم كلها على الإسلام ثم انتشر الشرك إذن بعد آدم ظل الناس على الإسلام على التوحيد ما في شرك لكن فجور ومعاصي نعم لكن ما في شرك إلى أن وسوس لهم الشيطان فعبدوا الأصنام ثم صارت عبادة الأصنام هي الأصل واختفى الإيمان اختفى التوحيد اختفت عبادة الله الواحد وصار الشرك وجاء نوح عليه السلام وبذل جهدا عظيما في الدعوة لله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا رسول إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قبل أن ينزل عليهم العذاب أنذرهم فذهب إليهم قائف من العذاب أن ينزل عليهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وبذل جهدا عظيما يذهب إليهم في البيوت يذهب إليهم في اجتماعاتهم يذهب إليهم بالنهار يذهب إليهم بالليل يعلن لهم يسر لهم يكلمهم جماعات يكلموا أفرادا تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ما يريدون أن يسمعوا الآن لما يأتيهم نوح سكروا آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كل واحد قام يغطي ثيابه يغطي نفسه ويبتعد ما يريدون لا يرونه ولا يسمعوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا بالإعلان ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دعوتهم بكل طريقة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني الخير من الإيمان ليس فقط الآخرة حتى في الدنيا يأتيكم خير الإيمان استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا توقرون الله لا تعظمون الله لا تحترمون الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا كنتم أجنا في مراحل ثم صرتم أطفالا ثم صرتم شبابا ثم صرتم كبارا رأيتم كيف انتقلتم من غيركم بهذه الصورة الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات الطباق وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا في ذلك الوقت كان يحكم قوم نوح ملك كافر فأمرهم جميعا أن لا يسمعوا لنوح ولا يقابلوا نوح ولا يتركوا عبادة الأصنام فاتبعوا الملك وتركوا نوح وذلك قول نوح عليه السلام ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا المكر بشتى الأنواع من المكر يعاندون الدعوة ومن أظهرها الأوامر بعدم الاستماع لنوح ما يسمحونه حتى يدعو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا تعاهم نوح عليه السلام فهنا الملك رأى أن بعض الناس بدأوا يتبعون نوح ووجد أن هناك ظاهرة ظاهرة واضحة في أتباع نوح كل الذين اتبعوا نوح في رواية أنهم عشرة فقط كل اللي آمن بنوح تسعمائة وخمسين سنة عشرة فقط وأقصى عدد يذكره المؤرخون لأتباع نوح ثمانين رجل فقط تسعمائة وخمسين سنة ثمانين رجل فقط ثمان رجل وامرأة فلاحظ الملك ملاحظة أن كل أتباع نوح كلهم من الضعفاء المساكين الفقراء العبيد يعني ليس لهم شأن فبدأ بحيلة عجيبة وأخذ يعرض على نوح عرضا قال لحن سنسمح للناس يكلموك ونسمح للناس أن تدعوهم وقد نؤمن بك لكن عندنا شرط قبل أن نتكلم معك ونجلس إليك ونتبع دعوتك عندنا شرط تطرد هؤلاء المساكين والضعفاء هؤلاء الأذلاء نحن أعزه نحن كبار ما نجلس مع هؤلاء الفقراء والأذلاء نحن قوم لنا مكانتنا وهؤلاء من أراضي للقوم فإذا تريدنا نسمع لك ونتبعك أطرد هؤلاء شرط وإلا ما نجلس معك فجاء هذا الشرط في الكتاب في كتاب الله عز وجل وجاء رد نوح عليه السلام في كتاب الله عز وجل فقال الملأ الملأ كلمة الملأ يعني علية القوم كبار القوم الأعيان الملك وحاشية الملك فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يعني الله سبحانه وتعالى هداني ونزل النبوة لكم لم ينزلها عليكم نزلها لي فنلزمكموها وأنتم لها كاره ما أستطيع أجبركم على الإيمان ويا قومي لا أسألكم عليه مالا ما أريد شيء مقابل هذا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا هذا الرد إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إيش هذا الشر الحق تمتنعون منه لأن معاي هؤلاء هذه سفاهة ويا قومي من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون من يحميني من الله لو طرت هؤلاء كيف أطودهم وهم قد آمنوا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ما أنا غني ولا أنا ملك حتى أعطيكم من الأموال ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم هؤلاء الذين تقولون عنهم مستضعفين وفقراء تزدرونهم لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أو لا أطردهم ما يدخلون للجنة ما يستحقون للجنة ما أستطيع أفعل ذلك كيف أقول لا يستحقون الخير ولا يستحقون الجنة قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا عرضنا عليك عرض رفضتها وعرض بسيط كلهم كم واحد تطردهم ما رضيت فأتنا بما تعيدنا تتوعدنا نذير وتهددنا وكذا اعتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين لو الله سبحانه وتعالى نزل العذاب ما في أحد يستطيع أن يهرب من هذا العذاب الآن بدأت المواجهة بين نوح عليه السلام وقومه وبدأ التحدي يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآن بدأ التحدي ثم تحدوا قال اتنا بالآيات هو الآن بدأ يتحداهم لماذا تحداهم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ما تستطيعون تصبرون على هذا الكلام كبر عليكم هذا الكلام فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم اجتمعوا اجهزوا كل جيوشكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تترددوا في الأمر ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أتحداكم أن تقتلوني أتحداكم أن تواجهوني لكن قوم نوح ما أرادوا أن يفعلوا ذلك قالوا اتركوه سفيه مجنون اتركوه ووصل الأمر أنه توقف دخول الناس في الإيمان ومرت مئات السنين ولم يؤمن أحد وكل جيل يأتي هو أفجر من الجيل الذي قبله ونوح ما زال يدعو فيهم ويدعو فيهم ولا أحد يؤمن إلا من آمن فعندها جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى وحي بأمر عظيم وأوحي إلى نوح جاء جبريل عليه السلام يخبره بأمر الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص لن يؤمن أحد زيادة فلا تبتأس بما كانوا يفعلون لا تحزن خلاص قضي الأمر انتهى فطبعا هذا أمر الله عز وجل هو سبحان الله لم ييأس تسعمائة وخمسين سنة لم ييأس إلى أن جاء الوحي أنه لن يؤمنوا خلاص فعندما جاء الوحي أنهم لن يؤمنوا لن يستطيع أن يهديهم انتهى هذا حكم الله عز وجل لن يستطيع أن يهديهم فعندها يأس منهم لم ييأس ضعفا لكنه يأس وحيا جاء الوحي أنه لن يؤمنوا فعندها دعا عليهم قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تذد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح دعا عليهم الآن ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تترك أحد يعيش في دار في الأرض يعني أهلك جميع الدور إنك انتذرهم يضلوا عبادك أنا خايف الآن على المؤمنين هؤلاء خلاص لن يؤمنوا ولن يأتي أحد منهم لكني بدأت أخاف على المؤمنين إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ثم قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار دعا عليهم نوح عليه السلام ودعا عليهم في آيات أخرى وقال نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وفي آية أخرى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوم أراص فانتصر فدعا أن ينصره الله تعالى عليهم هنا جاء الوحي ببناء السفينة الفلك الفلك السفينة العظيمة فأوحينا إليه أن يصنع الفلك ما يعرف كيف يصنع فلك ولا يعرف النجارة فجاء الأمر فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا بتوجيه من الله والوحي ينزل يقول لا يفعل كذا انشر هنا سمر هنا جبريل ينزل إليه ويعلم كيف يصنع السفينة سفينة هائلة ضخمة عظيمة في رواية أنه بناها في مئة سنة شيء طويل وما كان عنده شجر فكان يزرع الشجر وهو يبني يزرع الشجر ويبني وكان بناها على جبل وهو كان يعيش في الجبال فبناها على الجبل وما كان قربه ماء وجاء الوحي واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا تدعو لهم لا تطلب لهم المغفرة لا تطلب بهم التأني انتهى عكم الله فلا تخاطبني فيهم بدأ نوح عليه السلام يزرع الشجر ويقص الشجر بدأ يصنع السفينة ويأتي بالحديد ويجعله مسامير وهذا ذكر في القرآن وحملناه على ذات ألواح ودسر الدسر جمع دسار والدسار هو المسمار فحملناه على ذات ألواح ودسر خشب ومسامير هكذا صنعها بوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدأ الناس مستغربين نوح ترك الدعوة فوقف عن دعوتهم وبدأ يصنع سفينة فبدأوا يسخرون منه يا نوح هكذا ورد في الحديث يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا قبرينك نبي صرت نجار مالك بدأوا يستهزئون به يا نوح سفينة على جبل قلنا لكم مجنون من قبل ما صدقتونه بيّن بدأت السخرية ذكرت هذه السخرية في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما أثناء صناعة للفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه خاصة هؤلاء الأعيان والكبار إذا مروا عليه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يضحكون عليه ويستهزئون به قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وجاء وصف السفينة في رواية عن ابن عباس عليهما السلام يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه نجر نوح السفينة بجبل بوذو ومن ثم ظهر الطوفان كان طولها ثلاثمائة ذراع بذراع جدي أبي نوح تذكرونه نشكلنا وصفهم في عف آدم طول ستين ذراع في السماء طول السفينة ثلاثمائة ذراع من أذرع جد أبي نوح يعني من أذرع آدم فتخيلوا طول هذه السفينة يقدرونها بأكثر من كيلو وعرضها خمسين ذراعا هذا طولها وهذا عرضها أما ارتفاعها عمقها وطولها في السماء ثلاثين ذراعا وكانت مطبقة ما هي سفينة عادية السفينة العادية مفتوحة من فوق أما سفينة نوح فمغطة من فوق لأن المطر كان يأتيها حتى لا تغرق ما هو فقط من تحتها وإنما أيضا من فوقها كان مغطة فكأنها كرة مغطات من فوق ومن تحت لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل بعض ثلاث طوابق كل طابق له باب فثلاث أبواب باب فوق باب هذا وصف ابن عباس رضي الله عنهما عن السفينة هذه السفينة موجودة اليوم والله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيتركها لن تتحطم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكير في هذا القرن فطاع فريق من العلماء أن يجدوا سفينة نوح وقد انقسمت نصفين سفينة مبنية بالطريقة التي وصفناها بالوصف الذي وصفناه مغطا من فوق ثلاثة طوابق على جبل في تركيا وفي فيلم فيديو مصور هذا الاكتشاف وموجود هذه الآية من الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكير فهكذا كان وصف السفينة ثم جاء الطوفان الله سبحانه وتعالى أعطى علامة لنوح هذه العلامة قال إذا ظهرت العلامة احمل المؤمنين واحمل أهلك واحمل من كل زوج من الدواب التي تعيش على الأرض اثنين هذه العلامة أن يفور التنور ثلف المفسرون في التنور بعضهم قال التنور ينابيع تخرج من الأرض لكن من أرجح روايات التنور هو مكان صنع الخبز كما نعرفه مكان النار وكان لنوح عليه السلام في بيته تنور فقال له الله سبحانه وتعالى إذا خرج الماء من التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل على أكبر رواية ثمانية شخص وفي روايات أنهم عشر فقط وفعلا في يوم من الأيام رأى نوح العلامة بدأ الماء يخرج من التنور فتوجه فورا إلى السفينة على الجبل بعيد عن الناس كان السفينة على الجبل قرب القرية التي هو فيها وإذ سبحان الله حيوانات الأرض دواب الأرض مصطفى حول السفينة تنتظر الإذن بالركوب من كل زوجين اثنين أتى بها الله سبحانه وتعالى من أنحاء الأرض بأمر الله جاءت إلى السفينة واستفت تنتظر الركوب فركب نوح عليه السلام وبدأ يحمل هذه البهائم والحيوانات والطيور ويوزعها في هذه السفينة فلما ركبوا في السفينة والآن جاء الأمر بهلاك الأرض بمن فيها وما فيها جاء الأمر بفتح أبواب السماء والأرض يقول الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء ما هو مطر؟ أبواب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا كل الأرض انتشرت فيها العيون فالتقى الماء الذي يأتي من السماء مع الماء الذي يأتي من الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر محسوب فالضبط كمية الماء التي تنزل مقدرة تقديرا من الله سبحانه وتعالى وبدأ الغرق بالناس والدواب بالحيوانات كل من بدأ يغرق يقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحِ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ بكل غرق إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةِ وَتَعِيَهَا أُذُنُوا وَاعِيَةِ وَازْدَادَ الْمَاءِ وَازْدَادِ وغرقت المدن والقرى وغرق البشر ارتفع الماء حتى صار كما في الوصح ارتفع حتى صار أعلى من أعلى جبل على الأرض بخمستعشر متر حتى الجبال غرقت وصف الله تعالى عظمة الماء الذي كان في الطوفان في قوله تعالى وهي أي السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال الموج صار بارتفاع الجبال ركب نوح عليه السلام السفينة فأول ما بدأ الماء تحتها ورفعها بدأت تتحرك فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها الله رحمنا بهذه السفينة وجاء أمر الله تعالى له فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين الله سبحانه وتعالى وعد نوح أنه سينجيه وأهله وفعلا كل أهل نوح كانوا معه إلا ابنه حتى زوجته كانت معه أما زوجته الكافرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما هذه الزوجة الكافرة كانت قد ماتت أما التي كانت معه في السفينة فكانت مؤمنة فتلك قد ماتت وأبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها فزوجته كانت معه في السفينة في الفلك وكل أولاد كانوا معه في السفينة إلا واحد من أبناه يسمى كنعان كان كافرا فناداه نوح عليه السلام ونادى نوح ابنه وكان في معزل بينه وبين السفينة نسافة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ما زالت الجبال بعدها ما تغطت ما زال الأمر في بدايته لا لا ما أريد أن اركب معنا في جبال قريبة سأسبح لها وأقوم فيه فقال له نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ثم جاءت موجة عظيمة فبلعت ابن نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين نوح عليه السلام عنده وعد من الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهله وهذا واحد من أولاد غرق فبدأ ينادي الله عز وجل وقال نوح ربي ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين الحكموا إليك هو الآن يستفسر لا يعترض هو يستفسر ان ابني من أهلي انت وعدتني أن تنجي أهلي ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين مسلم أي شيء تحكم به يا رب فأنت حكيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك انقطع النسب بالكفر الكفر يقطع الأنساب علاقة المؤمن بالمؤمن أكبر من علاقة الأخ بأخيه الكافر فالأخوة الحقة هي التي تبنى على الإيمان أما الكفر فيقطع الوشائج والأنساب قال يا نوح إنه ليس من أهلك ما قال أنه كافر قال إنه ليس من أهلك لأنه كفر انقطعت الصلة ولذلك عندنا الكافر لا يرث المؤمن تنقطع الصلات إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ما قال إنه عمل عملا غير صالح هذا الولد كان من الكفر والفجور صار مثالا للعمل غير الصالح حتى صار هو عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تخاطبني الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا الخطأ لا تنسى أن العقيدة هي أساس العلاقة فعندها فورا تاب نوح وأناب قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين نوح ما عصى الله تعالى أبداً ولا يعد على نفسه معصية إلا هذه أنه سأل الله سبحانه وتعالى في ابنه ولم يكتفي بحكم الله فيه وسارت السفينة بهم في موج كالجبال وغرقت الأرض وماتت الحياة البشرية وحياة الدواب والحيوانات والطيور كلهم ماتوا ما عدا الحيوانات البحرية عاشت أما الباقي كل مات ولم يبقى حي من الحيوانات والدواب والبشر إلا من كان في السفينة وظلوا في رواية ابن عباس ظلوا في السفينة ستة أشهر وفي روايات كثيرة أنهم نزلوا منها في يوم عاشوراء يوم العاشر من محرم روايات كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله فيه تعالى من الغرق ونجى فيه نوح ومن معه من الغرق وانتهت طوفان بأمر من الله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءكي فبدأت الأرض تبلع الماء وبدأ الماء ينخفض وغيظ الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءكي ويا سماو أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي رست على جبل الجودي ما رست في وادي في شاطئ رست على جبل واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وجاء النداء لنوح عليه السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أمم أمة البشر وأمة الأسود وأمم وأمم سنمتعهم من بين ذريتك سيعتي أمم يكفرون وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم جاءت روايات كثيرة تشير إلا أن نوح عليه السلام لطول المدة التي قضاها في السفينة ستة أشهر مدة طويلة فكان ينتظر أن يذهب الطوفان فكان يرسل الحمامة فترجع وليس معها شيء فيرسلها وترجع وفي يوم من الأيام أرسلها فرجعت بغصن زيتون فعرف أن الماء نزل وبدأت الأشجار تبان ثم أرسلها مرة أخرى فرجعت وفي قدميها آثار الطين معناها وقفت على الأرض فعرف أن انتهى الطوفان ومن هنا هذا موجود عندنا في كتب السير ومن هنا يقولون حمامة السلام وغصن الزيتون من هنا جاءت الإشارة إلى ذلك ونزل نوح عليه السلام وليس من بني آدم حي إلا الذين معه وكل البشر في كل الأرض غرق وطبعا الأرض في ذلك الوقت ما انتشر فيها البشر إلا في المنطقة هذه في جزيرة العرب وفلسطين وما حولها فقط هذه المناطق التي كان فيها بشر أما باقي الأرض ما كان فيها بشر لكن الأرض كلها غرقت ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل القوم الذين مع نوح كلهم جعلهم عقيمين ما يولد لهم أحد ولم يولد إلا لنوح وزوجته والباقي كلهم عقموا ثم ماتوا فانتهوا ولم يبقى على الأرض ولم يبقى على الأرض إلى اليوم إلا ذرية نوح ولذلك يسمى نوح آدم الثاني ويسمى أبو البشر الثاني لأن الجميع جميع البشر ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهذا مذكور في القرآن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين هم الذين بقوا وفي الآية الأخرى ذرية لما الله سعى تعالى يتكلم عن الرسل والأمم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عاش نوح عليه السلام بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة ثلاثمائة وخمسين سنة بعد الطوفان في عبادة الله عز وجل وكان عبدا شكورا كما وصفه الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث عن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف صيام نوح قال كان نوح يصوم الدهر إلا في الأعياد يوم العيد كان يفطر وباقي الأيام كلها صيام ومات نوح عليه السلام ودفن في أرجح الروايات دفن في مكة وبعض الروايات تشير إلى أنه دفن في كرك البقاع في لبنان في كرك البقاع وهذه رواية أيضا راجحة وقوية كان لنوح ثلاثة أولاد سام وفي أولاد سام بياض وقليل من السواد سمرة لكن فيهم بياض على سمار وحام وفي ولد حام سواد وشيء من بياض أكثرهم بالسواد أكثر ويافث وفيهم الشقرة والحمره العرب من ذرية سام وكذلك بني إسرائيل الأفارقة من ذرية حام والأتراك وأهل الشرق آسيا وأوروبا فهؤلاء من ذرية يافث ومن أحفاد سام جاء هود عليه السلام فهو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجارود ابن